افتتح في مركز رامز للتسوق صباح اليوم مركز الثقة للخدمات المتكاملة التابع لمجموعة إنجازات وذلك بحضور سعادة حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسعادة خميس سالم السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجازات ثمانية عشر عاما من تقديم الخدمات للمتعاملين وما يزال العمل مستمرا في إنجاز المعاملات وتقديم التسهيلات مسيرة عمل دؤوب توجت اليوم بافتتاح مركز الثقة للخدمات المتكاملة الموفر كافة الخدمات الحكومية وشبه الحكومية أمام الجمهور وذلك بحضور سعادة كل من حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجازات وعدد من كبار الشخصيات من مختلف الدوائر والمؤسسات بالإمارة نحن اليوم نحتفل بمناسبتين المناسبة الأولى هي مرور 18 سنة على تأسيس الشركة وفي نفس الوقت نحتفل ونفتخر بافتتاح المجمع المتكامل لخدمات التي تفيد المستثمرين في إمارة الشارقة هذا أكبر مراكزنا وأكثرهم تكاملاً ونحتفل أيضاً من الضمن بافتتاح منصة المطاعم التي خاصة بإجراء تخليص معاملات المطاعم في إمارة الشارقة في مكان واحد وبجانب الخدمات المقدمة بالتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات بالإمارة نجد هنا الخدمات للحكومية الاتحادية نهيك عن خدمة الفحص الطبي وغيرها من الخدمات تحت سقف واحد مركز الثقل من خدمات في عدة أقصام منها التنمي الأقصادية ومنها خدمة المستشارك وخدمة العياد للفحص الطبي وكثيراً موجود في خدمة الجوازات مما يسهل من تعامل أن ينجز معاملات التحسق في واحد وفي وقت واحد وفي كرس واحد اليوم نحن في مركز الثقل الخدمات المتكاملة عندنا خدمات ابتداء من الفحص الطبي خدمات الفحص الطبي، خدمات تسهيل وتوجيه وخدمات التنمية الاقتصادية وخدمات القانونية المركز بشكل كامل يتضمن الخدمات تحت سخف واحد لتسهيل رحلة المتعامل بحيث أن يكون الخدمات كلها متوفرة في مكان واحد إذن خدمات جديدة وإضافة نوعية يمثلها تدشين هذا المركز الشامل الجمهور الإمارة بهدف التسهيل والتيسير عليهم وفق أعلى المعايير المعمول بها إذن يوفر مركز الثقة للخدمات المتكاملة كافة الخدمات الحكومية أمام المستثمرين والمتعاملين في مكان واحد يسهل عليهم رحلة إنهاء تعاملتهم لأخبار الدار بدل أصبحي الشارقة